الناس بتقول أو الداخل الأمريكي في بعض استطلاعات الرأي زي ممكن حداك بتقوله بعض طبعا الصحف الكبيرة والقنوات التلفزيونية الكبيرة بتقول أن يميل المواطن الأمريكي العودة لترامب مرة أخرى على أسنوه عارف خلاص تصرفاته عارف فكره عارف شكل إدارته للدولة هتكون زي متخوفين من إدارة كاملة هل هي مختلفة خاصة في بعض القضايا زي الهجرة والصحة والأمور الخاصة كتير بالنواحي الاقتصادية كمان يعني عارفين طبعا أن حتى أمريكا بتعانيها من أزمات اقتصادية كبيرة طيب خلينا نسأل سؤال يا سيدا دينا هي نتائج الاستطلاعات أو البحوث اللي بتجرى هل احنا واثقين فيها ثقة تامة بمعنى إيه؟ أن كل واحد من المرشحين له مراكز أبحاث وله مراكز استطلاعات رأي تابعة له وبالتالي النتائج بتطلع مؤيدة للمرشح اللي هم عاوزينه نتائج متلونة بالضبط ما تقدرش تعتمد عليها بمصداقية كاملة بدليل أن كل الاستطلاعات كانت متجهة إلى كلينتون هيلاري كلينتون واللي فاز كان ترامب وبالتالي التشكيك في مصداقية هذا الأمر لكن النقطة اللي احنا نعاول عليها اللي حضرتك أشارتي اللي هي مجموعة القضايا في قضيتين رئيسيتين قضية الهجرة وقضية الاقتصاد هم مختلفين تماما فيه يعني رؤية كل واحد مختلف هارس لسه بتقول لحضرتك احنا لابد أن نعترف بأن الولايات المتحدة هي مجتمع من المهاجرين وبالتالي أنا مقدر شأف للباب لكن ممكن أقنن الوضع ترامب بيقول لحضرتك أنا كل المهاجرين غير الشرعيين اللي هيجولي دول أنا حطردهم بره وده حيثير قلاقل ومخاوف كبيرة جدا ناحية التانية هارس متهمة بأنها جزء من إدارة بايدن اللي تسببت في قدر من التضخم الكبير في الاقتصاد الأمريكي في العكس ترامب مشهود له بأنه بيزنسمان رجل أعمال ووقته كان فيها حالة من حالات النمو الاقتصادي الكبير عشان كده لحضرتك بتقوليه أنه الناس تميل أكتر للي هي عرفاه لكن برضو حتى اللحظة التي نتحدث فيها والغاية يوم الانتخاب ما تقدرش تقولي حضرتك ترامب حيحسم أو هارس هتحسمه دي الأول مرة يعني في تاريخ الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا نقطة مقاوية فرقنا بينهم في بعض الأرض بالضبط نقطة مقاوية طيب ترامب يعتمد على العمل يعني ما يقول جوبس جوبس ولسه سامعين في نشرة الأخبار أنه تعهد بدعم القطاع الصناعي ودايما بيلعب على فكرة الاستقرار العالمي يعني هو ما عندوش فكرة السيادة الأمريكية وأنه لازم عادي حد وأنه لازم أضرب وشغل شركات السلاح لا هو ما عندوش شركات السلاح الأولوية هو عندو الاقتصاد الأولوية بدل أنه قاعد مع بوتين وقاعد مع زعيم كوريا الشمالية وكان بيوئد الحاجات علشان اقتصاده ينمو صحيح صحيح هو بيلعب على دي كاملة هارس بتلعب على إيه طيب أقولك بس على نقطة بتاعة ترامب ليه هو بيركز على القطاع الصناعي ترجمة نانسي قنقر